السلام عليكم ورحمة وتعالى وبركاته تقبل الله وصيامكم وطاعتكم وزيد من الأجر والتواب اليوم ان شاء الله اقتراحنا هو فطور صحي لديد خفيف الضريف سهل عليك ما توقفي ما تتعد بي ما تضيعي ووقت في آخر ووقتي ممكن لك وفي أقل ووقتي ممكن لك توجدي المهم انه لديد بزف 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 و ستعتمدي هالطريقة في تحضير الشربة و تحضير كذلك الوجبة اللي مساحبة لها بسم الله على بركة الله هندوز ودبا ان شاء الله نشوفوا الاطباق دينا اللي غنحضروا اليوم وكذلك الطريقة و المقادر غنحتاجوها اول طبقة دي نحضروا اليوم هو الشربة لمائدة دينا رمضانية لازمها من شربا بدوبها الصحة دينا اجباري بدوب الشربة شربة اليوم اقتراحي لكم كشربة دياليوم هي شربة ديال القرع الاحمر شربة جدا رائعة وصحية بزف بزف كنحتاج لي اهنية خديت نصف كيلو ديال القرع الاحمر يمكن لكم تضيفه و تديرو كيلو على حساب افراد ديال عائلة ديالكم عندي نصف كيلو ديال القرع الاحمر اللي زلت لي القشف دياله من الضف مقطع مكعبات عندي بصلة واحدة صغيرة بصلة خدارية وحدة صغيرة وعندي وحدة كورات او بورو وحدة مقطعة متوسطة الحجم يعني بورو وبصلة مع بعضهم وعندي اه فلفل الاحمر الاسود عندي ملح وعندي زبدة وكذلك عندي الكريمة اللي غنحتاجها الشربة ديالنا يمكن لكم تخلووا على الكريمة اللي مبغيتوش تعملوها كي بقى اختيار ممكن لكم تعودوا بقليل من الحليب وكنفضل الكريمة بالطبع في طنجرة على النار كنوضع الزبدة ديالي كتكون النار اكيد شعلة او ملعة كنوضع مباشرة الكورات او البرو مع البصل اللي يتشحروا كنوضع ملحكا كانو قليلا كيتشحر لي بسرعة يسلام على ريحة هنا يمكن لكم تعويض الزبدة بزيت الزيتون لكن كان يفضل ان الزبدة علاش لان زيت الزيتم كانت تحرقه وكانوا مليه وكان اكله حاجة مسمومه ومسحيات فمن الافضل نضيف الزبدة ويبقى الاختيار لكم ثم مباشرة بعد ما تشحر البصل والبورو نضيف القرع الأحمر لكي يتشحر معهم كذلك نعطيه واحد هكا نقلبه شوية في ذاك الزبدة وذاك البصل كياخد طعم ديالهم يتشحر قليلا عاد من بعد نضيفه الماء ما نجيش مباشرة كنضيفه ونضيف الماء إلا كنشحره قليلا عاد كنضيف الماء بالنسبة لي انا شربة كنحبا تكون خفيفة غادي نضيف إن شاء الله هالليتر ديال الماء بالنسبة لي ما كيحب الشربة تكون خفيفة بزا في ضيف ليتر إلا ربع يضيف ليتر إلا ربع ديال الماء كيكا تشوفو ماء بارد من الصنبور كنضيفه على الجوانب دائما نصبو الماء للطبخ ديالنا كنصبوه في الجوانب كنصب الماء ديالي وكندير الملح وكندير قليل ملفلفل الأسود وغادي نتركها على النار متوسطة الطيب فراحتها عاد غندوزو مباشرة باش نشوفوها بعد ما الطيب القرع الأحمر ما كياخدش معنا وقت طويل في الطبخ يعني واحد دقيبا واحد عشراء لخمسطاشر دقيقة كتكون ستوات لنا في طنجرة عادية أما في طنجرة الضغط فكتاخد خمس دقائق لأكتر وكتكون مستوية سوف نغطي عليها وكنخليها الطيب برحتها وغندوزو مباشرة بعد ما الطيب نشوفو الشكل ديالا كيفاش كتكون ونتحنوها كدلك مع بعضنا سوف ينبعد ما استواتي الشربة ديالي هي هادي غنجيب مباشرة توني حد هند بلندر نطحنها بي لأنها سخنة وممكن توضعها في كأس زجاجي ديال الخلاط كهربائي تطحنوها مباشرة أو اللي تخلي واحدة تبرد شي شوية عاد توضعها في كأس لكان بلاستيكي واتطحنوها أنا فضلت الهند بلندر كيخلي لي الشربة كتلقى في بلاستها ما كانو مستخش بزيف اللي ما توفر ليش اكيد طبيعي استعمل الخلاط العادي الكهربائي بعد ما كانت طحنها غندوزو مباشرة كيقول لكم انا كان حبها خفيفة رها خفيفة عندي نضيف الكريمة عندي هنا العلبة فيها ميتين ميلي غنضيف نصف العلبة مية ميلي ممكن نضيفو من خمسين ميلي حتى المية ميلي كيبقى اختياري لك الكريمة فيها كتجي جدا رائعة ولديدة بزيف بالنسبة الناس اللي كيحبو الشربة ميكونش طعم ديال القرع فهما كتعطيش هنا طعم القرع نهائيا كتجي رائعة أنا كان نصحكم باش اجدوها سوف ينبعد ما درنا فيها الكريمة كنوضعو على النار قليلا تغلى ومبعد كنزيلوها كتكون جاهزة للتقديم هنا غندوزو الوصفة التانية واللي هي برشيط ديال الدجاج غندوزو من يوم بزعته كيجي ورائعين كيهبلو كيحمقو عندي 450 غرام صدر الدجاج اللي سبقني نضفتو قطعتو مكعبة جاهزة لبروشيد غنبرشع لي تقريبا واحد نصف ملعقة صغيرة ديال زنجبيل ناعم طري زنجبيل طري إلا ما عندكم زنجبيل طري يمكن تعوضوه بالبودرة نصف ملعقة صغيرة ديال زنجبيل بودرة إلا ما عندكم ش ناعم اه ما عندكم ش طري كنا تقدر ثم غنضيف عصير نصف ليمونة أو نصف حامضة كنضيفه العصير ديال نصف حامضة هو اللي كيهشش لينا الدجاج ديالنا وكي يعطيه هدك الطعم اه اللذيذ صار في كان عصير هنا دك نصف حامضة كيقوت لكم وكان نضيف من بعد هنا ما عندنا شفيه البهارات كي كتشوفوا بالنسبة الناس ما كيحبوش البهارات هذا دجاج ره رائع لكم هنا عندنا الزعتر البلدي أو أوريغانو غدا نضيف جوج هل ادفت الملاعق ديال الطعام جوج ملاعق طعام اي أتقلوا ليه نسبة كثيرة كثيرة ولكن هذا هو اللي غيجيكم فيها رائعك كثيروه اردو الي الخبار انا غيجبوه اردو علي الخبار كنضيف الملح تقريبا واحد نصف ملعقة ديال الملح وكنضيف ارابع ملعقة ديال فلفل اسود وفاقة ديال بهارات ديالنا كنضيف زيتون انا اضفت واحد الفص ديال التوم محكوك وما اتصويرش لي فضيفو فص ديال التوم محكوك معها فاص ديال يكونش صغير. طفي كان خلطوهم مع بعضهم جيدا وكان نغطيهم. نتركهم في تلاجة. نتركهم ويتنقعوا من ساعة اتن ساعتين اقل شيء. ولكن عندنا وقت اكثر احسن. ثم مباشرة نوضعوهم في السياح او في الاعواد ديال البروشيت. وكان نوضعهم اما فرن ساخن على درجة مئة وثمانين لمئة ونسعين. ساخن من الخوق والاسخل. تقريب المدة ياخد معنا من خمسة وعشرين دقيقة على حسب الحجم ديال القطاع اللي احنا عاملين وش كبار او لا اصغار قليلا. او يمكننا نشويهم في القانيني. او ممكن نشويهم في مقلات. يمكننا نشويهم كدلك على الفحم. وغادي نقدمهم لكم بالصحة والعافية. هنا نقدم لكم اول شيء. الشربة ديالنا. هنا غا نزينها بقليل من القرفة. يمكن هذا اختياري فقط لي حب اللي ما يحبش. ما يديرهاش. زينتها بقليل من القرفة. وكتجي صراحة الديدة. كتجي القوام اللي كيعجبني هو القوام اللي سائل يعني ديال الشربة. ما كان بغيش الشربة تكون تقيلة. إلا كان الشربة تقيلة. فما كان شربهاش. لا الشربة ولا حريرة. ما كان حباش تكون تقيلة. وكتكون على المعيدة صعيبة. وكتكون حتى بالنسبة للصائمين صعيبة. الشربة من الافضل دائما تكون خفيفة. بجدينها ساهلة في الشرب. وسهلة فالهذا مو ما اتقلناش وتخلينا فرصة ناكلو شيء اخر. طولت عليكم. لكن هذه مجرد فقط نسائحة وسيطة. صافيا ديال الشربة ديالنك يقول لكم كتجي رائعة. القوام ديالها رائع كذلك. والبنة ديالها ما نقول لكم شعليها يا سلام. بساحتكم وراحتكم الشربة. غندوز نوريكم لبروشيت ديالنا كذلك يجاو. البروشيت ديالنا صراحة جاو رائعين. رائعين رائعين جدا جدا جدا. لدرجة الابنة ديالي صغيرة فهي احماقة عليهم. كتاكل لول زاد الثاني زاد ما شاء الله الثالث. وقاتل يا موازيدي ما زال. فمن لدة ديالهم قداش عجبوها. انا دفت معاهم فلفل اخضر حلو. ودفت معاهم طومات سوريز من الفوق. كتعطيهم واحد لدة. وكتعطيهم داك الماء ديال طومات سوريز في اللي بروشيت ديالي. وكيجوا هات الشكل هدا. كيجوا رائعين. ما معطيتهم مش الكاميرا هنا حقهم مباني.